في تحرك مفاجئ نور المالكي الذي يشكل أحد أهم أقطاب الإطار التنسيقي روايات كثيرة حول اتصال الصدر والمالكي إلا أن أبرز ما تم تناقله هو ترشيح سفير العراق في لندن السيد جعفر السيد محمد باقر الصدر لرئاسة الوزراء بنقبل مقتدى الصدر ساعات بعدها قوى الإطار عقدت اجتماعا في بيت رئيس تحالف الفتح هادي العامري لبحث تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أذابت جليد التصدع الحاصل بين أطراف البيت الشيعي والذي تسبب بتعثر تمرير الحكومة الجديدة في المقابل يمضي التحالف الثلاثي الذي يضم تحالف السيادة والتيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني بالتأكيد على تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية قطيعة أعوام يبدو أنها انتهت فالصوت الأعلى الآن هو حديث عن اجتماع مرتقب يجمع خصوم الأمس أصدقاء اليوم على طاولة حوار واحدة بحضور قادة القوى السياسية الفاعلة لإنهاء حالة الانسدات السياسي التي تشهده البلاد والتوصل لاتفاقات تنجز بقية الاستحقاقات الدستورية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر